نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار شهادات QR Code الخاصة بتطعمات لقاحات كورونا للمسافرين دون تلقيهم اللقاح وأوضح المركز الإعلامي أن أكافة إجراءات استخراج تلك الشهادات الخاصة تخضع للرقابة والتفتيش الدقيق وهي شهادات مؤمنة وأصالحة لتقديمها للجهات الرسمية بالخارج ولا يتم إصدارها للمواطنين إلا بعد تلقيهم اللقاح حيث يحصل المواطن متلقي اللقاح على شهادة التطعيم المصرية بلقاحات كورونا مطبوعة على ورق مؤمن صادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ومدون عليها رقم متسلسل وجميع بياناته باللغتين العربية والإنجليزية